يقبل شهر رمضان هذا العام وسط أوضاع معيشية قاسية وارتفاع قياسي في حد الفقر خاصة في منطقة المخيمات والتي تشهد توقف برنامج الغذاء العالمي ما زاد الأمر تعقيدا مراسلنا رصد أوضاع الأهل قبيل شهر رمضان المبارك والله ما عيشت ما فيه أحيانا منك وأحيانا لا أنا وأبنه ما منك أحيانا بحرقة تخبرنا أم جعفر المهجرة من ريف إدلب عن عدزها الكامل في مواجهة متطلبات المعيشة الأساسية وخاصة مع دخول شهر رمضان الشهر الذي اشتهر بتنوع موائده سيغيب عن هذه الأسرة في مخيم شهداء خانشهون بريف إدلب تحيش مع ابن الغير بعد وفاة زوجها وتكافح للحصول على وجبة يومية أو مساعدة تستطيع من خلالها البقاء على قيد الحياة خاصة بعد توقف المساعدات الغذائية مطلع العام الحالي من برنامج الغذاء العالمي حال أم جعفر كحال ألاف الأسر المهجرة في مخيمات الشمال السوري تستقبل شهر رمضان من دون أي مساعدة ويبدو أن حملات المناصرة التي تجريها الوفود الأممية بشكل مستمر في الشمال السوري لم تعد تجدي نفعاً بحسب الأهالي هنا فالوضع المعيشي بات في أسوأ أحواله ملامح توقف المساعدات الإنسانية بدأت تظهر في المخيمات وهناك أكثر من مليوني نازح ومهجر ضمن المخيمات في شمال غرب سوريا يعاني أكثر من 94% منهم من صعوبات كبيرة في تأمين الغذاء بحسب منسق الاستجابة يقبل رمضان هذا العام مستأولاع معيشية قاسية يضاف إليها توقف برنامج الأغذية العالمية الذي زاد من الأمر صعوبة فكيف سيوفر الأهالي مستلزماتهم المعيشية في هذا الشهر وما الدور الحكومي تجاه قاطنين مخيمات إبراهيم السويد تلفزيون سوريا ريفو إدلب ينضم لنا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من ريف إدلب وكذا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب وعبد الرزاق عوض مدير منظمة سيريا ريليف في شمال غرب سوريا من إدلب أرحب بكم ضيوف الكرام أبدأ مع مراسلين من ريف إدلب وريف حلب أبدأ معك إبراهيم كيف يجهز النازحون السوريون لشهر رمضان هذا العام نعم بداية مساء الخير لك ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم حقيقة يعني فصراحة يقبل رمضان هذا العام ربما سيكون هو من أقصى يعني الأشهر التي تمر على الأسر السورية وخاصة في منطقة المخيمات لأننا نتحدث عن هذا الشهر الذي ستغيب عنه المساعدات الأممية التي كانت تقدم وتحدث هنا عن السلة الغذائية الشهرية التي كانت يستقبلها الأهالي في كل طبعا شهر وكانت يعني تؤمن شيء من الاحتياجات الأساسية لهم من يعني الأرز وغيرها من المواد الغذائية لكن مع بداية عام 2024 وتم إيقاف هذا البرنامج بشكل كامل واقتصر فقط على الطوارئ وبالتالي اليوم أصبح ألعب كبير جدا على المنظمات المحلية من حيث تقديم المساعدات الإنسانية خاصة يعني اليوم مستوى خط الفقر تجاوز التسعين بالمئة هنا في هذه المنطقة البطالة أيضا ارتفعت بشكل كبير وبالتالي لا يوجد حلول لدى الأهالي سواء الاعتماد على هذه المساعدات الإنسانية التي هي بالأساس يعني كانت لا تتجاوز الثلاثين إلى أربعين في المئة من حيث المساعدات الأممية أو غيرها لكن اليوم مع توقف برنامج الغذاء العالمي سيكون الحجم أكبر بالنسبة للمساعدات هنا وسيكون الضغط أكثر على المنظمات المحلية العاملة هنا في مناطق شمال غير سوريا أثناء رصدنا هنا في منطقة المخيمات وتجولنا خلال اليومين الماضيين حقيقة لا يوجد أي تجهيزات التي كانت ربما تسبق كل شهر رمضان في الأعوام الماضية وحتى هذا أشار التجهيزات خجولة جدا هنا في هذه المنطقة الأهالي تتخوف حقيقة بشكل كبير من أن يتم أيضا إيقاف المساعدات التي هي بالأساس من المنظمات المحلية لأن هناك ضغوطات كبيرة بدأت عليها على مستوى مادة الخبز التي كانت توزع في منطقة المخيمات أكثر من 860 مخيم توقف عنها مادة الخبز ومادة الطحين التي كانت توزع هنا حتى مشاريع الإصحة والمياه هناك الكثير من المخيمات فقطت هذه المشاريع وبالتالي أصبح الأمر صعب جدا مستوى الدخل الفرد هنا أو العائلة التي يكون لديها عمل يعني لا تجوز تقريبا المئة الدولار وبالتالي مقارنة فيصل الشتاء يعني احتياجات الشتاء من تدفئة وغيرها ومن حتى مواد غذائية وبالتالي هذا الأمر أصبح يزيد من الأعباء على الأسرة المهجرة في منطقة المخيمات وسيزيد أيضا الأعباء على المنظمات العاملة في مناطق شمال غرب سوريا بعد هذا التوقف والتخفيض في المساعدات هنا في المنطقة اليوم أصبحت الأسرة حقيقة تجد صعوبة في تأمين الملسزمات اليومية وبين التجهيز لشهر رمضان الذي قادم على الأبواب حقيقة يعني حتى المساعدات التي ربما شاهدتها يعني التي كانت ربما تسبق شهر رمضان وهي تكون عبارة عن توزيع السلل للسحون أو غيرها هذه أيضا يعني شاهدتها يعني هي نادرة جدا في بعض المخيمات ربما حضرت لكن في أغلب المخيمات اليوم تغيب الأسر بدأت يعني تدق نقص الخطر هنا في هذه المنطقة خاصة يعني كما ذكرت لك أن نسبة خط الفقر ارتفعت تجاوزت تقريبا 91% هنا في هذه المنطقة أصلا بالأساس هناك أكثر من 90% لم يستطيعوا التجهيز يعني لبرد الشتاء عفوا وغيره وبالتالي أصبح الأمر يعني صعب جدا هنا على هذه الأسر في يعني في مواجهة يعني هذا الشهر الذي سيكون يعني ربما بعد يومين أو أكثر أنتقل إلى استطلاع الوضع في ريف حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب كيف هو المشهد هناك إبراهيم؟ نعم سأل خير عطفا حقيقة على ما تحدث بها الزميل إبراهيم ربما المشهد في ريف حلب بيئة العموم مشابه للوضع فيما يتعلق بمنطقة إدلب لا نتحدث عن المساعدات الإنسانية كون الزميل إبراهيم أفرد لها حقيقة ربما ما يكفي أتحدث اليوم عن الواقع المعيشي الصعب الذي تعيشه معظم الأسر في كل مناطق شمالي غربي سوريا وارتفاع الأسعار الذي حقيقة شهدته الفترة السابقة خلال هذا الشهر حقا شهدت مجموعة من المواد الغذائية والمواد الأساسية ارتفاع بشكل كبير في حين أن الدخل ما زال ثابتا اليوم في مناطق شمالي غربي سوريا منطقة إدلب وريف حلب الغربي دخل العائلة التي تعمل حقيقة إن وجد دخل هو مئة دولار هذا المتوسط الذي حقا تسير عليه الأجور في المنطقة وبالتالي مئة ليرة تركية لن تكون كافية لأن يستقبل السوريون الموجودين في مناطق شمالي غربي سوريا شهر رمضان لسيما أنه يتزامن مع ربما فصل الشتاء حاليا بكثير من الرضاء لهل يتخوفون بشكل كبير من دخول شهر رمضان لسيما أنهم حقيقة سوف يكشف الحال على ما يقولون مئة ليرة تركية لن تكون كافية بإعداد وجبة إفطار واحدة في منطقة يتجاوز فيها سعر كيلو السكر 30 ليرة تركية وسعر كيلو البرغ الحاليا 20 ليرة تركية كيلو البنجان حقيقة ومادة أساسية 30 ليرة تركية أيضا كيلو البطاطا حاليا 12 ليرة تركية لتر الزيت النباتي حاليا 40 ليرة تركية هذه الأسعار حقا موجودة في السوق وعليك حقيقة أن تقيس العربة المرتديلة الصغيرة حاليا 45 ليرة تركية نصف يومية عامل بشكل كامل ربما لا تكفي لجلب عربة مرتديلة متوسطة للعائلة بلغ حقا حتى سعر البيض الطبق البيض أكثر 100 ليرة تركية والخبز حاليا شهد تخفيضات خلال الفترة الماضية وبالتالي حقيقة ربما الواقع المعيش لا يتساوى بحال إنقسنا الدخل الذي تحصل عليها العائلة في المنطقة مع هذا الارتفاع الكبير وأيضا مادة الدجاج اليوم سعر الفروج بلغ ذروته في كل منطقة شمالي غربي سوريا في ريف إدلب وريف حلب حاليا يباع بالنفرق بتسعين ليرة تركية وأيضا سعر لحم الخروف هو بين 380 ل 400 ليرة تركية في حين سعر لرحمة الغنم الأنثى حاليا تباع بـ 340 ل 350 ليرة تركية إبراهيم ما هو طبيعة دعم أو الإجراءات التي تتخذها الحكومات المسيطرة في هذه المناطق لدعم الناس في هذه الفترة يعني مع دخول شهر رمضان المبارك حقا إن تحدثت ربما عن إجراءات لا يوجد إجراءات حقيقية فيما يتعلق بالدعم الأهالي يعاولون بشكل كبير على إيجاد فرص عمل حتى اللحظة لا يوجد فرص عمل كافية لمواكبة ربما هذا الغلاء الكبير حتى على مستوى الدخل القطاع الحكومي اليوم لو تحدثنا فقط عن القطاع الحكومي ما زالت حقيقة الرواتب التي يقوم القطاع الحكومي بتقديمها للموظفين وبشكل عام حقيقة هو ميزان لمتوسط الدخل يكون هو القطاع الحكومي حتى اللحظة رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية في منطقة إدلب وريف حلب 90 دولار أمريكي هذا المتوسط حقيقة يجعل بشكل كبير ربما الأنظار تتجه نحو القطاع الحكومي في منطقة إدلب وأيضا في منطقة ريف حلب على مستوى المجال ما حاليا تقوم بتحسين الدخل للعاملين في هذه القطاعات لتحسن بالتالي أكوة شرائية ويتم ضغط أموال بشكل أكبر في السوق لذلك حقيقة المنطقة بالعموم تشهد حالة من الشلل قبل قليل كنت أتحدث عن المواد الأساسية اللازمة لإفطار العائلة الواحدة اليوم خمس أفراد من المفترض أن يكون حقيقة متوسط الوجبة التي من الممكن أن تكفيها من خلال يوم واحد في شهر رمضان تتجاوز المائتين ليرا تركيا في حين أن متوسط الدخل التحدث عن متوسط الدخل هو مائة ليرا تركيا فحقيقة ستغيب في شهر رمضان الحالي المتممات الرمضانية لنكون بمقدور العوائل حقيقة الحصول على المواد الأساسية ليتمكنوا بعد ذلك من الحصول على المتممات التي كانت حقيقة تشتهر بها المائدة السورية على مستوى الخلوة والمشروبات الرمضانية وغيرها من أمور باتت بالنسبة لكثير من السوريين حقيقة ضرب منها الرفاهية في ظل هذا الواقع الحالي الذي تعيشه حقيقة العائلة السورية وتوقف المساعدات كما ذكرت عان الله الناس شكرا إبراهيم الخطيب وشكرا إبراهيم السويد كنتم معنا من ريفي حلب وإدلب وأكمل هذه الفقرة مع ضيفي سيد عبد الرزاق عوض مدير منظمة سيريا ريديف في شمال غرب سوريا من إدلب لو تحدثنا سيد عبد الرزاق عن أثر توقف برنامج الغذاء العالمي على الوضع في المخيمات عموما في المخيمات خصوصا يعني لعموم السوريين في شهر رمضان إياكم الله مساء الخير لكم وليمشاهدي الكرام يعني أثر توقف برنامج المساعدات برنامج المساعدات على الكثير من مناح الحياة بشكل أساسي المتضرر الرئيسي منه أهلنا القاتلين في المخيمات والذين كانوا يستفيدون من السلال الغذائية الشهرية وما كان أيضا يؤثر بشكل غير مباشر على حركة السوق وعلى تداول المواد وعلى غلاء الأسعار كل ذلك ألقى بظلاله بشكل كبير على العائلة السورية القاطنة من أهلنا خصوصا القاطنين في المخيمات فيما يتعلق الآن بالوضع هناك هل من خطط بديلة للمنظمات لإعانة الناس ومساندتهم مع اقتراب دخول شهر رمضان لدينا الكثير من الخطط في الحقيقة لكن السؤال الكبير هنا والسؤال الصعب للأسف هو مدى تجاوب المانحين معنا من أجل الخطط الرمضانية وخصوصا الخطط شهر رمضان أطلقنا في سيري ريليف ومثلنا الكثير من الزملاء في المنظمات الأخرى الكثير من الحملات التي تخص الشهر الكريم خاصة والذي يعد موسم من الخير موسم من العطاء نحاول قدر الإمكان من خلال التركيز على معاناة أهلنا في المخيمات خصوصا من خلال التركيز على أثر والضرر الكبير الذي أثر على انقطاع السلال الغذائية ومن خلال حملات المناصرة بشكل كبير أن نفعل هذا الموسم خلال شهر رمضان المبارك لكي نسد القليل من العجز الذي حصل عند أهلنا والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وجباتهم وعلى تعاطيهم مع الشهر الكريم هناك بعض الخطط لكن دعني أكون صريح معك متواضعة جدا تتوافق مع إمكانيات بسيطة جدا إلى الآن غير متكاملة بالنسبة لنا وغير كافية لأن نغطي عدد صغير جدا من المخيمات المتضررة جراء توقف المساعدات فيما يتعلق بالزيارات الأممية والحديث عن مسألة التمويل الزيارات الأممية إلى مناطق شمال الغرب سوريا ألم يكون هناك وعود بإعادة تمويل برامج معينة أو تفعيل التمويل وإن كان غير مباشر مثلا للأسف الزيارات الأممية مستمرة الزيارات الأممية عاينت أرض الواقع وعاينت حال أهلنا في المخيمات بشكل واضح جدا بالجلوس مع العوائل وسماعهم وشكواهم بخصوص توقف المساعدات دعني أقول لك أنا اليوم أكثر المطالبات التي تأتيني اليوم عدا عن موضوع الغذاء موضوع المياه والإصحاح هو موضوع كبير جدا أيضا توقف يعني بنسبة كبيرة منهم مشاريعنا توقفت يعني اليوم هذه يعني كارثة أيضا تضاف على الكوارث التي يمكن أن تتسبب من قطاع المساعدات الأممية لا وعود جدية لا برامج واضحة من أجل استئناف الدعم للأسف هم يزورون يسمعون الشق ويعدوننا بأنهم سينقلون صوت أهلنا وشكواهم إلى صناع القرار وإلى المانحين من أجل استجاب الدعم لا أكثر لكن ليس هناك أي خطوة عملية على أرض الواقع ما يهمنا وما نركز عليه في هذه اللحظة هو أن نعمل ما نستطيع من خلال التبرعات الفردية من خلال الحملات الأولى واليوم يعني أشبه واقعنا اليوم في الحقيقة كمنظمات محلية سورية بما بدأناه في بداية يعني عام 2012 و2013 من عمر هذه الأزمة من عمر الثورة السورية عندما بدأنا بأن نجمع من بعضنا يعني اليوم الكثير من المحملات تقوم بشكل فردي يعني نستجب فيها أهل الخير من أجل يعني أن نقدم إمكانيات بسيطة لكي في الحقيقة يعني لا نظهر عجزنا الكامل أمام أهلنا وهو يعني نبرأ إلى الله بأننا نعمل ما نستطيع وما يمكننا أن نعمله من أجل سد هذه الحاجات الكبيرة لأهلنا في الخير كانت هناك عادة عادة كانت هناك يعني تمويل برامج الأمم المتحدة ربما كان من الدول يعني الآن هل من جهود مثلا في التواصل مع الدول المباشرة دون الوسيط الأممي لتنفيذ برامج معينة سواء دول يعني على مستوى يعني خارجي أو في الإقليم أيضا هناك الكثير من يعني قنوات التواصل في الحقيقة مفتوحة مع الجميع مع الاتحاد الأوروبي مع الخارجية البريطانية مع الخارجية الأمريكية مع كل المانحين الدوليين الرئيسيين لأمم المتحدة في القضية السورية وفيه والمانحين المباشرين لنا لكن يعني الحجج نفسها يعني تزداد بشكل كبير الأزمة الأوكرانية التي ألقت بذلالها منذ سنوات وحرب في قطاع غزة مؤخرا الأزمة العالمية المالية العالمية التضخم كل هذه العوامل يعني تكون الأجوبة جاهزة لدى المانحين الدوليين يعني الحكومة في يعني المناطق التي يعني شمال غرب سوريا الحكومات المتواجدة هناك ماذا عن دورها في دعم المنظمات كجهة مساعدة لها في تعزيز التنمية في المناطق المحررة وكذا مساعدة الناس والمجتمع المحلي هناك يعني أيضا الكثير من الخطوط التواصل المفتوحة فيما بين يعني بين معهم من أجل يعني العمل على برامج تنمية مستدامة من أجل اقتراح مشاريع تتعلق بتخفيط نسبة البطالة من أجل يعني مشاريع يقدر من خلالها العامل أن يسد يعني أن يعني أن يحصل قوته وقوت عياله خلال ما حجم هذه الأعمال في الحقيقة ما زالت في بدايتها لا نقول أن يعني لا تتجاوز 20% من نسبة العجز يعني لكن الشيء المبشر أننا بدأنا حقيقة في ورشات عمل حقيقية من أجل أن يعني أن نركز على هذه المشاريع وأن يعني نفتح الباب من أجل يعني أن نسهل يعني إنشاء هكذا مشاريع فيما لو انقطع الدعم بشكل كامل شكرا سيد عبد الرزاق عوض مدير منظمة سيريا ريليف في شمال غرب سوريا كنت معنا من إدلب يا أهلا متى ثير ارتفاع الأسعار قبيل دخول شهر رمضان في مدينة رأس العين في ملفنا الآتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا